حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أني لا أذبح الشاتى وأنا أرحمها أو قال أني لا أرحم الشاتى أن أذبحها فقال والشاتو إن رحمتها رحمك الله حثنا وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيامين من كل شهر صيام الدهر وأفطاره حنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما فعل ابن فلاء قال يا رسول الله يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فقال الرجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال أناس من أمة منصورين لا يبهلون من خذ لهم حتى تقوم الساعة حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولن تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذ لهم حتى تقوم الساعة ترجمة نانسي قنقر